فتحية لي الكابتن مصطفى شبير والكابتن حسين الشحات امبارح كان رائع كان امبارح حسين ممكن يعني قدامه كان يسجل هدف امبارح على الاقل جاله ضرب الجزاء ولكن الحكم ظلم حسين الشحات انه مدلوش ضرب الجزاء هروح لعلي معلول علي معلول قد يكون هدف الوداد منه ايوة صحيح ولكن بلاش قسوة على علي معلول علي معلول تاني بقول قدم للنادي الاهلي وافتكروا كلامي النهاردة بإذن الله علي معلول سيكون بإذن الله مفتاح الفوز بالبطولة دي يوم الحد الجاي علي معلول علي معلول لما بيغلط وافتكر حصلت قبل كده بيغلط في مطش بيجي المطش اللي بعده بيكسر الدنيا هو ده علي معلول وده عهدنا بعلي معلول فلازم ندعم علي معلول مش نقصه على علي معلول بلاش قسوة على اللعيب اللعيب عندهم مطش قوي جدا والنهاء يوم الحد فاللي مطلوب النهاردة ندعم كل لعيب النادي الاهلي خلاص انسوا مطش مبارح ركزوا في مطش الحد اللي جاي ده المطلوب على جمهور النادي الاهلي تاني لانتوا اللي عملتون بارح مباراة هليق باسم أكبر نادي في إفريقيا نادي القرن عشر بطولات وان شاء الله الحداشر بتاعتنا يوم حداشر ان شاء الله الحداشر يوم حداشر بإذن الله هتكون بتاعتنا وزي قادي الشحاتة هو وده برسي تاوي اللي جاي من بعيد سجل هدف الأولاني وكهربا مبارح باسم الله على فكرة الكهربا بسجل ستة أداف لحد النهاردة هو الهدف كهربا وبالتالي ان شاء الله كهربا المطش الجاي كمان يسجل ويبقى هو الهدف وكمان يستعق التكريم كلهم يستعق التكريم شكرا لكل نجوم النادي الأهلي ولكن نخلي بالنا من بملاك الحكم الأسيوبي حكم الأسيوبي تيميا هيحكم المطش يوم الأحد اللي جاي وأنا هنا طلبي من نادي الأهلي ده حكم دايما صفارته ضد النادي الأهلي تاني صفارته ضد النادي الأهلي أي مطش يحكمه ما تنتظرش منه أي حاجة كويسة ما يعرفش حاجة اسمها عدالة الرجل ده أنا تابعته في مطشات كتير خاصة اللي بيبقى الأهلي ودايما يختاروه لمطشات الأهلي الحاسمة تبقى حاجة عجيبة قوي شمعنا ما فيش غيره في أفريقيا يعني ما عندك حكام كويسين قوي قوي ولكن تاني لو احنا لنا شكوى الأهلي يقدمها ضد حكم الليبي وكمان الأهلي لازم يشتغل قلت مبارح بعض المطش على طول يشتغل لأن الحكم ده لا يصح أبدا إدارة نهائي في المغرب لو قدامكم لا ده الحكم الليبي هتقول لحكم الإسيوبي كيسيمة ده لا يصح أبدا لأن يدير هذه المباراة المهمة جدا لأنه اختياره اختيار الحكم ده حكم الإسيوبي حكم من الحكام اللي سي لهم علاقة أيضا بالعدالة لما يكون في نادي مصري ما بالك بالنادي الأهلي عملها قبل كده تاني بقول عملها قبل كده ولازم يتعرف ولازم يتقال بشكل واضح أن هذا الحكم والجميع يبقى عارف أنه حكم ما لهوش علاقة بالتحكيم وليس له علاقة أيضا بأنه يعني وزي يقول كده ديت مباراةه الأخيرة يعني بعدها هيعتزل يعني ممكن يعمل كل حاجة خارج كرة القدم وهيعتزل خلاص يعني هتعمله له فأنت من دلوقت الأهل عليه أنه يتقدمنا الآن باحتجاج بأي شيء بتغيير أنت ما تبقاش رايح وانت عارف أنه أنت الحكم ده مش معاك أنا عايز حكم عادل بعيدا من الحكم ده أي حكم يختروه غير تسيمة لأنه هذا الحكم ليس له علاقة بالنزاهة مبارح حد بعاتلي فيديو لبعض الناس كانوا طالعين على إحدى القنوات مبارح بالليل وقالوا أحمد موسى بيكاد وانت مالك بأحمد موسى انت مركز مائلين